الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نظم إمبارح تدريب لإدارة الحملات الانتخابية وده في إطار استعدادات الحزب لبدء الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي المحتمل فاريد زهران رئيس الحزب واجتمل التدريب على كيفية إدارة الحملات الانتخابية بدءا من مرحلة الإعداد والتخطيط والعمل على الحشد والتأييد وتنظيم الجماهير حتى مرحلة مراقبة اللجان وصناديق الانتخابات كمان المدير التنفيذي للحملة عمل اجتماع مع أعضاء الحزب بالمحافظات لتحديد جدول الجوالات الانتخابية لمرشح الحزب واللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات المصرية وهتكون أول جولاته جولات زهران من مصقة رأسه بمدينة سيرس الليان بمحافظة المنوفي